مشاهدينا الساعة الوقت التسعة ومعادنا مع موجز الأهم من الأنباء مع دينا الفضلية شكرا لك من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن الوطن اكتاز أحداثا تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 هددت وجود الدولة ومقدرات شعب مصر وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة على أنه كان لزاما التفكير بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرة الوطن كأمة عظيمة وأكد الرئيس السيسي على سعي الجمهورية الجديدة إلى توفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها وأوضح الرئيس السيسي أن تحقيق كل ما سبق الحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا من خلال بناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 الذي تصدفه منظمة الفاو في العاصمة الإيطالية روما وكان مدبولي قد شارك في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما نيابة عن الرئيس السيسي كذلك التقى مدبولي رئيس التوزراء إيطاليا جورجيا ميلوني كأيث أكد الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر خاصة أن البلاد تصدف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم أول أيام المقابلات الشخصية لقابول الدفع الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ 360 متقدمة ويسعى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات إلى أعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريقة تنمية المهارات والقدرات والقدرات لديهن وعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة وفقاً لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بتعرض مبنيين لهجوم بطائرات مصيرة بالعاصمة الروسية ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط الهجوم دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة متهمة كييف بالوقف وراء هذا الهجوم استهدف هجوم روسي منشأة تابعاً لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى إلى تدمير مغزن حبوب وذلك وفق ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد وتقى أوديسا على البحر الأسود وتعد ميناء استراتيجياً للنقط البحري والإشراف العسكري على هذه البقعة المائية الحيوية إلا أن المدينة تشهد منذ أيام زيادة في الاستهداف الروسي في أعقاب أعلان موسكو إنهاء العمل بالتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية حيث كان ميناء أوديسا منفذاً أساسياً فيها فاز الحزب الشعبي الإسباني بزعمة ألبرتونينيس على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا وأظهرت النتائج تقدم الحزب الشعبي على المحافظين بزعمة رئيس الوزراء بيدرو سانشايز لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة واصلت فرق الأطفاء اليونانية جهود إخماد حرائق الغابات بجزيرة رودوس شرق اليونان اليوم السادس على التوالي وقال المتحدث باسم فرق الأطفاء إن جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهب قصوى ودات إجلاء نحو 30 ألفاً من السكان والسياحة وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل الحرارة فوق الأربعين درجة مأوية مع رياح قوية تصل سرعتها إلى خمسين كيلو متراً في الساعة ورياضياً طلق الأهل الهزيمة الأولى له هذا الموسم في بطولة الدوري ممتاز لكرة القدم أمام مضيفه برامتس بثلاثة أهداف دون رد في المباركة جمعتهما على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الثامنية والعشرين للمسابقة الفوز رفع رصيد برامتس إلى ثلاثة وسبعين نقطة في المركز الثاني بجدور الدوري بفارقي تسع نقاط عن الأهل متصدر الترتيب والذي يتبقى لهم مباراة مؤجلة أمام فريق المصري البورسعيدي ستقام يوم الأربعاء المقبل ختم موجز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر